تونس تفاصيل هالقضايا ونشوف الحلول اللي نجموه نعملو بيها باش نبنيو مستقبل أحسن لتونس تصوروا معايا دولة قراراتها الكل تتاخذ لها بلاد أخرى للأسف هذا هو الواقع اللي عايش فيه تونس اليوم من عام 2021 والأزمة السياسية اللي عايش فيها البلاد ضعفت المؤسسات السياسية وخلات تونس عرض للتأثيرات الخارجية غياب قيادة عندها خبرة وتجربة أدى للاعتماد على الخارج في أخذ القرارات والليناكي الصاحب اللي يسأل صحابه على كل شيء حتى على الأكلة اللي ياكلها بجد الأمر خطير برشا كيفاش باش نبنيو مستقبل أحسن إذا ما نجموش ناخذ قراراتنا بأنفسنا تصوروا معايا شركة يديرها مجلس إدارة يجتمع في بلاد أخرى كيفاش باش يفهموا حاجر الموظفين كيفاش باش ياخذوا القرارات اللي تصلح لسوق العمل في تونس هذا هو حال تونس اليوم نحتاج لقيادة قوية وكفؤة تقدر تاخذ القرارات الصعبة وتحط مصلحة تونس فوق كل اعتبار نحتاج نتخلص من ثقافة الاعتماد على الغير ونتوجه لبناء اقتصاد قوي يقوم على الانتاج والتصدير نحتاج نستثمروا في التعليم والتكوين باش نصنعوا جيل جديد من القادة اللي يقدروا يؤودوا تونس لمستقبل أحسن شكون منكم ما عمروش تراكمت عليه الديون شعور ماهوش مريح صح للأسف هذا هو حال تونس اليوم نسبة الدين العام باش توصل ل95% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 تصوروا 95% يعني تقريبا كل اللي جنيه تونس يمشي في خلاص الديون توا ممكن واحد يقول وش النوة المشكلة؟ الدين ماهوش بالضرورة حاجة خاولة صحيح لكن كي يوصل الدين للمستويات هذه يولي عبء ثقيل على الاقتصاد فامكان ما تنفق الدولة فلوسها على التعليم والصحة والبنية التحتية تلقاهم يمشيوا في خلاص فوائد الديون وهذا يودينا لنقطة مهمة برشة الحاجة الماسة لإصلاحات اقتصادية عميقة نحتاج نعزز الصادرات ونطور قطاعات كيمة الفلاحة والسياحة والتكنولوجيا نحتاج نصنع فرص عمل جديدة للشباب ونشجع الاستثمار باختصار نحتاج نعيد هيكلة الاقتصاد التونسي بالكامل باش نخليه أقوى في مواجهة التحديات يا جماعة الفقر مشكلة كبيرة في تونس لكن اللي يزيد الطين بالله هو انتشار الجوع تصوروا معايا عائلات تنام جيعانة وصغار ما يلقاوش ما ياكلو حاجة توجع القلب نعرف اللي الحكومة تخدم على محاربة الفقر لكن للأسف الجهود اللي قاعدين يتعملوا ما زالوا ما يكفيوش نحتاج نضاعف الجهود ونحط برامج أكثر نجاعة باش نعاون العائلات المحتاجة وما ننساوش دور المجتمع المدني اللي يلعب دور كبير في مساعدة الفقراء جمعيات المجتمع المدني تقوم بعمل جبار في توفير المساعدات والدعم للعائلات المعوزة لكن المطلوب أكثر بكثير من هيك نحتاج لتكاتف الجميع حكومة وشعب ومجتمع مدني باش نتصداو لهذه الآفة ونقضيه على الجوع في تونس تونس بلد مفتوح على شعوب أخرى وهذه حاجة باهية لكن في السنين الأخيرة لاحظنا تصاعد في التوترات الاجتماعية خاصة مع تزايد عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وتفهموني مليح أنا منقولش هاكا من نباب العنصرية لا سمح الله أنا نؤمن بأن التنوع ثروة لكن في نفس الوقت لازم نكونوا واقعيين ونعترفوا بأن إدماج المهاجرين في المجتمع التونسي يمثل تحدي كبير أولا لأن عدد المهاجرين في تزايد مستمر وثانيا لأن هناك نقص في الموارد والخدمات الضرورية لضمان دمجهم بشكل جيد وهذا يقودنا لنقطة مهمة برشا ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للهجرة استراتيجيا تراعي حقوق المهاجرين وواجباتهم في نفس الوقت ولا ننسى أهمية التوعية والتحسيس بأهمية التعايش والتسامح بين جميع فئات المجتمع الماء أهم من البترول في وقتنا هذا وللأسف تونس تعاني من أزمة مياه خانقة الموارد المائية في تراجع مستمره والطلب على الماء في تزايد مطرد المشكلة ما هياش في قلة الأمطار فقط بل أيضا في سوء التصرف في الموارد المائية المتوفرة نحن نهدر الماء بشكل مفرط سواء في الديار أو في الفلاحة وإذا بقينا على هذا الحال فإن حياة برشا من المواطنين بش تكون في خطر تصوروا معايا حياة بلاش ماء مستحيل صح؟ لذلك نحتاج ناخذ إجراءات صارمة بش نحافظ على اللي بأم من الماء نحتاج نستثمر في بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر والأهم من ذلك كله نحتاج نوعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الماء فالماء ثروة غالية لازم نحافظ عليها للأجيال القادمة في عصر السرعة والتكنولوجيا تونس ما زالت ما دخلتش للعالم الرقمي بشكل جدي التحول الرقمي في تونس بطيء برشا وهذا يؤثر سلباً على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين تصوروا معايا شباب ما عندهمش انترنت سريع باش يقراو ويخدموا وشركات ما تقدرش تنافس في السوق العالمية لأنها ما زالت ما دخلتش للعالم الرقمي الحكومة لازم أزمها تأخذ موضوع التحول الرقمي بجدية أكبر لازم نوفر أنترنت سريع ورخيص للجميع ونشجع الاستثمار في القطاع التكنولوجي ولا ننسى أهمية تطوير التعليم بحيث يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي لازم نعلم صغارنا البرمجة والذكاء الاصطناعي من صغرهم التحول الرقمي ما هوش اختيار بل هو ضرورة حتمية لبناء مستقبل أحسن لتونس تونس مرت بفترة صعيبة بعد الثورة وللأسف ما زال هناك برشة جراح ما براوش نحتاج لمصالحة وطنية حقيقية باش نمشي كدام نحو مستقبل أحسن المصالحة ما هياش مجرد كلمة نقولها بل هي عملية شاملة وصعيبة تتطلب مجهودات من جميع الأطراف نحتاج لحوار وطني جاد ومسؤول باش نتصالح مع الماضي ونطوو صفحة الخلافات ولا ننسى أهمية العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة لازم نضمن حقوق الضحايا ونحاسب كل من ارتكب انتهاكات المصالحة الوطنية هي الأساس اللي نبني عليه مستقبل باهي لتونس مستقبل يسود السلام والأمن والازدهار من بعد ما تعرفتوا على هالتحديات هذه شنو رأيكم؟ شنو الحلول اللي تشوفوها ممكنة باش ننقذ تونس من هالأزمات؟ شاركونا أراءكم في التعليقات شكرا للمشاهدة